رواية خطيرة وخطيرة جدا أقرأها عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الباب الذي عنوانه عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له الحديث السادس عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه حديث خطير تدبروا فيه كثيرا من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم حديث خطير جدا من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به من لم يعرف هذا فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أئمتنا يطالبوننا أن تكون براءتنا الفكرية في أعلى درجاتها لا بد أن نكون مطلعين على كل ما يرتبط بالبراءة الفكرية من قريب أو من بعيد كي نشخص أعداءهم وفي كل المراتب وإلا فإننا سنكون شركاء لأعدائهم أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى تدبروا فيها من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به هذا يرجعنا إلى وجهي البراءة هناك الوجه الثابت الذي يرتبط بتأريخنا العقائدي وقد مر الكلام فيه جزء مهم من هذا الكلام يرتبط بتأريخنا العقائدي وذلك يعود إلى الوجه الثابت من وجهي عقيدتنا البرائية وجزء من هذا يرتبط بواقعنا المعاصر علينا أن نعرف مدى ظلامة مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد وهذا الموضوع قد تكفلت به برامجي و بالوثائق و الحقائق و الدقائق عودوا إلى برامجي كي تعرفوا لماذا أركز على هذه الموضوعات إنه منطلق عقائدي تلاحظون أن كل شيء تلهمونني عليه هو من أصل عقيدة محمد و آل محمد فما أنتم بشيعة ما أنتم بشيعة ما أنتم بشيعة ولا تملكون عقيدة شيعية ولا تملكون ثقافة شيعية من هنا أقول لكم إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمحمد و آل محمد تابعوا برامج قناة القمر أما إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمراجع النجف و كربلا فتابعوا القنوات السيستانية القنوات الشرازية وسائر القنوات الأخرى التي تتبع المرجعيات الشيعية المختلفة في النجف و كربلا إمامنا الباقر هكذا يقول من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به فماذا تقولون عن مراجع النجفي الذين ينكرون ظلامتهم ينكرون ظلامة فاطمة و يدافعون عن قاتليها يقولون من أنها ما ضربت من أنها ما قتلت من أنها ما عصرت بين الباب و الجدار هم فقط هددوا بإحراق البيت لا أحرقوا البيت و لا اعتدوا على فاطمة و لا قتلوها أين سيكون موقع هؤلاء المراجع المخذولين الأغبياء بتعبيرنا الشعبي العراقي ذول الطائحين الحظ الطائحين الصبغ ذول الشياب السرابيت السفلة أين سيكون موقعهم أتحدث عن الأموات و عن الأحياء فهم يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة قبحهم الله و قبح عقائدهم الضالة طبقوا هذه الأحاديث عليهم هذه أحاديث أهل البيت هذه ما هي أحاديثي و لا جئت بها من بيت خالتي أو عمتي هذه كتب حديثي العترة الطاهرة هذه كلمات أئمتكم الباقر هو الذي يقول من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به عرفتم الآن لماذا أصر على البراءة الفكرية تلاحظون أن البراءة هي فكرية أما البراءة العاطفية والعملية والقولية تأتي في حاشية المطلب و هذا هو الذي أقوله دائما الشيعة مخذولون الشيعة أغبياء مشكلتهم في ترتيب الأولويات يتركون الأهم و يذهبون إلى المهم يتركون البراءة الفكرية و يتمسكون بالبراءة العاطفية و البراءة القولية و هذه لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية هذه المضامين لا تتحقق إلا بالبراءة الفكرية من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به أنا أكرر هذا الحديث كي يكون حجة عليكم سنقف نلتقي يوم القيامة و سأقول لكم لقد حدثتكم بحديثهم لقد وضعت المصادر بين أيديكم لقد شرحت لكم حديثهم لقد بيّنت لكم ما يرتبط بهذه الأحاديث في الماضي و في واقعنا اليوم لقد وضعت لكم النقاط على الحروف فماذا تقولون هذه حصتي من العمل أين حصتكم أنتم من العمل أنا لا أدعي أن عملي كامل عملي مشحون بالتقصير والعيوب لكنني بالنتيجة أعمل عملكم أين أنتم ستسألون عن ذلك سيسألكم إمام زمانكم والله سيسألكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر